موسيقى موسيقى الأول من فبراير لعام الفين وستة عشر يوم لن ينساه المواطن عبدالله سبيعان عندما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أسماء الفائزين الواحد والعشرين الذين أخذوا انتخابات المجلس للمرة الأولى في منافسة بين مائة وخمسة وتسعين مرشحا لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت التي استمرت لأربعة أيام وفرز جميع الأصوات ليكون من بين الفائزين عن أحد مقاعد مدينة دبل حصن بعد حصوله على المركز الأول في مدينته بأصوات بلغت ثلاثمائة وثلاثة وتسعين صوتا حازها من أبناء وبنات دبل حصن هذا اليوم الذي يعد مواصلة لجهده وما يسعى إليه في خدمة المواطنين فلطالما كان عبدالله اسبعان صوت المواطن في كل وقت بشهادة أهالي مدينته المؤتمن على قضاياهم لذا وليس بغريب أبدا أن يكون الاسبعان حضوره اللافت كبرلماني ناشط لا يفتأ بين الحين والآخر إلا أن يشارك برأيه بكل ثقة ووضوح في حوار عكس شخصيته التي تتسم بالهدوء والحكمة وهذا ما كان سببا في نجاح مطالباته الدائمة لأبناء دبل حصن له العديد من جوانب الحوار التي تداخلت في كلماته التي عبرت عما يحرص عليه دائما من وطنية وحب متصل بالعطاء تجاه المواطنين لطرح موضوعاتهم ومناقشتها ليكون قريبا لهم ومدافعا عنهم أخوكم عبد الله خريج بكل رئيس قانون من جامعة الشارقة مدير دارة الخدمات الاجتماعية فرع دبل حصن هدفه من دخول الانتخابات هو رغبة مني بالمشاركة والتفاعل مع دعوة صاحب السمو حاكم الإمارة لدخول مجال العمل النيابي وخدمة أبناء المواطنين ونقل آراءهم وأفكارهم بحكم طبيعة عملي وحبي للعمل الاجتماعي والتطوعي راودتني فكرة أن أدخل الانتخابات وأكون أن أقل آراء وأفكار الشباب والمواطنين من أبناء الإمارة وأشكر أخواني الناخبين والناخبات من أهالي ومن أبناء مدينة دبل حصن لوقوفهم معي وتصويتهم ومنحي ثقتهم الغالية وإن شاء الله أن أقدر أنقل رسالتهم ومتطلباتهم بكل أمانة ومصداقية بداية دخول العملية الانتخابية رسمت محاور اللي هي احتياجات متطلبات الأهالي عسد بتنقلها بمنتهى الشفافية وتكون واضحة أمامي وتكون هي برنامج بداية دخول العملية الانتخابية جلس مع أخواني من أبناء المدينة وتحاورنا وتشاورنا وشفت يعني متطلباتنا احتياجاتنا فمن ضمنها أني نطرح قضايا وتشريعات تهدف لخدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة عن طريق قيام المجلس الاشتشاري بدور الرقابي والتشريعي ومتابعة توجيهات القيادة العليا للبلاد من ضمن التحديات اللي تم طرحها ببرنامج الانتخابي هي قضية الإسكان وهي قضية احنا نعاني منها بمدينة دبل حصن بحكم قلة مساحة الأراضي المخصصة للإسكان فقلنا ننقل أفكار وراء إخواننا بتحديات توفير الأراضي وعن طريق ممكن الحلول الموجودة اللي هي البنايات والشقق السكنية تكون بشكل أكثر ملاءمة للمواطنين ومناسبة لإحتياجاتهم ومع المطالبة بتسريع أهمية الإسراع بإنجاز مشاريع البنات التحتية من طرق وصرف صحي في الأحياء والمناطق السكنية في مدينة دبل حصن وبإمارة الشارقة بشكل عام وعملت والبرنامج الصحي وموضوع الضمان الصحي والاجتماعي بحكم عملي في دارة الخدمات الاجتماعية لاحظت أن فيه تحديات نسعى نتجاوزها ونطرح الحلول اللي هي عن طريق المجلس الاجتشاري لمساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع مثل ذو الدخل المحدود والأرامل والمطلقات والغارمين والعمل على المطالبة بتوفير الضمان الصحي لكافة المواطنين والتعليم الله الحمد نحن في إمارة فاضلة سمو الحاكم يزاه الله خير مهتم فيها بالتعليم موضوع التعليم نحن في إمارة فاضلة صاحب سمو حاكم الإمارة مهتم في التعليم ودعمه ونحن نتابع موضوع مواصلة تطوير العملية التربوية ونقدم اقتراحاتنا وآراءنا دور العضو في المجلس هو نقل آراء وأفكار الفئات المجتمع المتنوعة لصاحب القرار وطرحها مع طرح الحلول والاقتراحات للتحديات التي تواجهها المواطن وبعد التواصل الاجتماعي نقل أفكارهم آراءهم السعي لتحسين خدمات الحكومية دوري كاعضو في اللجنة نشوف التحديات المتعلقة في عمل اللجنة وعمل المجلس ونعرضها ونجتمع مع أخواني في اللجنة وتم طرح أفضل المقترحات والحلول وعقوب تبنيها وطرحها في المجلس الاجتشاري مع رؤساء الدواير المعنية دور العضو في التواصل مع المواطنين مهم وفعال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومعرفة اقتراحاتهم وآراءهم بالخدمات الحكومية التي تقدم باقتراحات لتطوير الخدمات الحكومية بالمشاركة معهم وتفاعل معهم إن شاء الله طبعاً في المجلس يتم إبلاغنا مسبقاً في موضوع الجالسة القادمة بناء علي أطلع على محاور عمل الدائرة وعن طريقها يتم إعداد الأسئلة مع التواصل مع المختصين والقريبين من مجال عمل الدائرة للتعرف على الاقتراحات والتحديات التي تواجههم في التعامل معهم ممكن تحديات مادية ممكن تحديات إدارية بتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية التواصل مع الإعلام الإعلام شريك فعال ومؤثر ولا بد من أهمية التواصل معاه طبعاً أتابع برامج البث المباشر الملاحظات التي تنقل وتطرح بعد أن نستشف التحديات وممكن نتبنى منها اقتراحات أو حلول نتواصل فيها مع الجهات المعنية المرأة عنصر مهم في المجتمع هي الأساس هي نصف المجتمع والشباب هم أكبر نسبة بين المواطنين نسبة الشباب سواء من الأخوة أو الخوات فلا بد من عضو المجلس أن ينقل التحديات التي تواجههم تواجه الشباب والأخوة والخوات من ناحية فرص العمل مواضيع الإسكان توفير المرافق الاجتماعية والترفيهية ومتنفسات اللي هم كحدائق وغيرة والمرأة طرح التحديات التي تواجهها من ناحية حقوق المرأة والمرأة عن طريق طرح آراها الله الحمد إحنا في دولة تقدر وتعزز من دور المرأة وأننا نطرح تحديات واجههم ممكن من ناحية فرص العمل من ناحية إجازة الأمومة ساعات الرضاعة من ناحية دعمها للقيام بدورها اتجاه الأسرة دورها اتجاه أطفالها دعمها وظيفياً دعمها تعليمياً دعمها اجتماعياً عن طريق توفير المرافق الخاصة بهم مثل أندية الفتيات مراكز التنمية الأسرية الأطفال دور العضو من ناحية طرح التشريعات التي تكفل حماية الطفل التي تكفل توفير الحياة الكريمة للأسر وللأصحاب الأسر دور العضو هو طرح تحديات وأفكارها تجاه دعم الأسر ودعم وحماية الطفل وعرض أفكارهم واقتراحاتهم من ناحية بعد التعليم متابعة العملية التعليمية في الإمارة طرح التحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية والتربوية في الإمارة طبعاً من ظن الأدوار المهمة لعضو المجلس هي مشاريع التنمية لله الحمد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة تشهد عملية تطوير وتنمية اقتصادية واجتماعية وصناعية وعمرانية تهدف للسعادة وخدمة الإنسان فحنا دورنا كأعضاء أن ننقل التحديات التي تواجه عملية التطوير من إمكانيات إدارية ومادية طرحها ومطالبة بعد توفير بعض الخدمات كطرق كمؤسسات تعليمية مثل بعض متنفسات حدائق مرافق رياضية للشباب فرص عمل للأخوة والخوات العيش الكريم من أهم التحديات هو العمل لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتكون عن طريق معرفة المشكلة الإلمام الكافي فيها وعقب طرح المقترحات لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين هاي أحد أهدافه اللي أتبناها تطوير الأداء طبعا نحن الله الحمد دولة قادتها يسعى للمركز الأول جميع المجالات فحاول أطور من نفسه قدراته أطرح موضوع تطوير الخدمات الحكومية اللي تقدم لفئات المجتمع بحكم عملي في دارة الخدمات الاجتماعية وقرب من الناس تواصلي معهم أسعى أني واكب أني طرح موضوع توفير الحياة الكريمة والعيش الكريم للمواطن عن طريق الاطلاع من التحديات والاقتراحات اللي ممكن تساهم توفير الحياة الكريمة عن طريق الضمان الاجتماعي بتوفير خدمات الوعي نشر الوعي باهمية الترشيد وهمية أن الشخص يخطط تخطيط سليم لحياته ومستقبله وطرح مقترحات لمصلحة المواطنين وبنفس الوقت تراعي طبيعة الدوائر لو كان فيها ميزانية مالية اليوم نحن والله الحمد نحضب حاكم إمارة يسعى لسعادة شعبه ولراحتهم ولتوفير الحياة الكريمة لهم ونطرح كيف يتوفير احتياجاتهم نقل آراءهم وأفكارهم أخوكم مع عبد الله محمد إبراهيم سبيعان عضو المجلس الاشتشاري لإمارة الشارقة من مدينة دبال حصن دخولي للعملية الانتخابية بعام 2016 أتى بعد استخارة رب العالمين ثم استخارة الأصدقاء والأقارب المقربين لي بموضوع دخول العملية الانتخابية وهي رغبة بخدمة أهالي مدينة دبال حصن اللي تشرفت أني حضرت بثقتهم وهي أمانة عظيمة أسعى أني رب العالمين يسرها لي ويكون قدها ثقاء دبال حصن مدينة أعشقها أعشق ترابها صعب أني أصف حبي لمدينة دبال حصن يكفرني ما أصبر عنها وما أصبر عن ريحة ترابها وعن أهلها عن طيبتهم تعلمت فيه ولله الحمد التواضع التواصل تعلم فيها العديد من القيام يعني الفضل لله ثم لين والدي الله يرحمه يغفر الله ووالدته والمقربين لي وأهل مدينة دبال حصن نصيحتي للأعضاء هي تقوى الله فهي المخرج من كل العقبات والعمل لخدمة المواطنين بكل أمانة وتجارد وشفافية والابتعاد عن أي تيارات فكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر